محمد عبو أمين عام حزب الطيار الديمقراطي مرحبا بيك هل يمات وليوم برك خرج صنداج جديد الصنداج وربعاظهم تفصلنا على انتخاباتها تقريبا خمسة وشهرة تشريعية وبعدها الرئاسية مو في 2019 وينكم في الصنداج كيفش تفسر الغياب هذية او وقتا لما تغيبوش الحضور المحتشم منها لاي ما نعرف شوف انا راني مناجمش ادعى توانسبش صدق حاجة اللي في اي لحظة يمكن التلاعب بها وتلاعب بها روى موكلف برشة موكلف برشة خطر تنجمت حية تحرك بيه التوجهات عنها خب السباب معنى حتى قيمة واحد جيه حتى كزيد والعمر لولاني ولا الثاني ولا ثلث فيعتقدوا الناس كانوا بالفعل طرف عنده حضود وناس يحبوا ديمة طرف لعنده حضود القوي فهي صوتوا فملي كانت هي وسيلة باش نعرفوا بها تواجوات الرأي العام والتي توسيلة بس نصنعوا بها الرأي عام نكى عليش ادعو اطرون سألو ادبالكم تأثروا بنتايزة الرأي هنا نقرأ ونحلوا فيها الناس كل ما بعضنا اما كمش تأثروا بها روه اختير ياسر هذا ما بمقرروا تحليل متاح وين يهزكم كم اليوم ملقوكمش في مراتب متقدمة ومتقدمة جدا نحن في العادة هما بيدو مروي حطونا في مراتب متقدمة كنحكيو على التشريعية بالنسبة للطيار نقلتك ثالثة الرابعة الخامسة خيرت سمم متقدمة معانا شوي هل هذا وقعنا ولا شاء الله وقعنا يكون مختلف على حكو فيه ويكون أحسن معانا لا تصورش هذا اللي هو في علاقة بضبابية معاينة او ازمة اتصالية او نقص اتصالي بلتو كنحكيو على ازمة في ميخص الطيار حول الهوية السياسية في مرتبة أولى زام اللي حتينهم عندهم هوية السياسية قولوا يتشعوا الهوية السياسية فما حتونس يعرف الهوية السياسية أعصب عندهم شوية السياسية على الأقل عنه وثيق بل ما يتأسل الحزب صادق على الناس وتقدموا الموقع تقى توجوهاتهم تقى دبيتهم مشهورة تقبر حاجات قدموا نفسكم مثلا حاليا كحزب ديمقراطي اجتماعي كحزب اجتماعي ديمقراطي ما هي المقصود بها توجوهات اقتصادية المقصود بها توجوهات تتعلق بالحريات لكن نحب أقول لك فيما على الأقل 30 عشرين حزب في البلاد ينسبوا أنفسهم للطيارة شماية ديمقراطية ونحن لم نحن نحتكروه ونحن نقولوا حاجة الناس توجوهات شماية ديمقراطية بالنسبة لأننا موجودة في هويتنا في خطنا السياسي دون تأسطى الديمقراطية وحتى قبل تأسطى الديمقراطية لكن ملتزمين بها وملتزمين على كون المسال التي نؤمنوا بها ووضعناها في خطنا السياسي نمشيوا في تنفيذها وقادرين على تنفيذها لكن خصوصي الطيارة ليست هذه سمحني شوية ندمى أن نحرك شوية الوعي جزء معنا من الناس التي يسمعون فينا أعتقدت كون المجرد الاختيار في تونس في العشرة ربما في العشرين سنة الأولى بعد الثورة قايمة على فكرة إجا شوفوا الهوية السياسية ونختار أعتقدتكم برش ناس أنا أستطيع أن أقول لك أنا أشماعي ديمقراطيين والسكتي لا لا يوجد وعي آخر يجب أن يتكون لدى الناس هم سعى أصلا لعمل هذه الهوية قادرين غدوة على كون يلتزموا بها أو لا رأيهم ممارساتهم على أرض الواقع أثنين هم بالفعل قادرين بحكم الكثاءات وحكم القيادات وحكم النظام الداخل للحزب ما تحكم حزب غدوة هذه من أسهل التي يجب أن يسألها المواطرق بل لا يتحدث عن الطرف السياسي كنا نحكي اليوم بين يمين ويسار يعني باختصار رينا فساد في يمين إسانسي المو ورينان زادة حتى في بعض الأطراف في اليسار رينا في المناظر الأقديم رينا لم يكن لديه تاريخ سياسي وما تجب أن تتحدث عن السياسيين لديه مصالح مع مراكز نفوذ مع مراكز نفوذ وتعتقد سيتامرك وممكن نهار منهارات يصلحوا على هذه البلدة الذي يحلم بالحلمات وقل له بلافق منها لا ننتهي المراكز النفوذ لكن قبل أن ننشي المراكز النفوذ مثلاً نعتبر الهوية السياسية معطى مهم ولو أنه ليس معطى حاسم في العلاقة بالناخب وهنا نتحدث عن السوشيال ديمقراطية اليوم في العالم في أوروبا المحلين السياسيين لكن الواقع أيضاً يوري للأحزاب الكبيرة التي تاريخياً تعرفت بانتسابها للتيار هذا كلها قاعدة تعيش في أزمات حادة، كلها خرجت من السلطة، ما نجمتش ترجع للسلطة وفي أغلب الأحيان الحزابي تكون عاشت أزمات حادة تقريباً هزتها الاندثار رو فرنسا، رو ألمانيا، رو سبانيا، الوضع من الحزاب المنتسبة للتيار هذي سعيد برش على كل حال كانت تتحدث عن البيئيس كوندينافي اختلف الوضع معناه بالنسبة للتيار ككل اجتماع الديمقراطي الذي يعرف أساس النجاح وتقول لي في فراسا، في ألمانيا ربما شوي تراجع في دول أخرى مثلاً الأفكار هذية تراجعت بريزيل، في إيطاليا، ظهر الشعبويين، وفيما شخص عندهم تواسع يحبوا يقولوا رأي ظهر دولية الشعبوية كما وجودها في الأوروبا، كما توجد في البرزيل، كما توجد في الولايات المتحدة الأمريكية كما توجد في تونس، وأنا أدعوهم كيف كيف لبزيد التفكير، نعود 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 إلى سؤالك بزيد التفكير على الفوارق بين تونس، وبين الأشكاليات الموجودة في أوروبا، ناس عندها مئة مئة بيتين سناء من الديمقراطية ساعة تطرح بعض الأسئلة، شربحنا منها الديمقراطية، نحن نحن نعود أننا مسموحنا بشقول السؤال هذا، ليس مسموحنا لذلك يجب أن نبحث عن تحليل خاص بتونس، لماذا لا يشتش جملة من التوجوات، من بينها الطيار العقلاني بشكل عام، ومن بينها زاد الطيار الاجتماعي الديمقراطي هناك تواجهات، كما قلت لك، التعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفي الجانب التعلق بالحرية، لا يوجد حتي في بلدان أخرى، إن شاء الله تنجح في تونس، هذه وقتها الجرية يبدأ في تونس، لم تجرب سابقاً معنا في تونس لا أعرف ما هو، وهذه الفرصة بشقوله، يعني النهضة، ما هو هو هويته بالضبط، غير كون الإسلامي، تواجهة اقتصادي الاجتماعي، ما هو هو هويته؟ لا أحد شيء واضح، نفس الشيء بالنسبة لديم، نذكركم كونه يحكم فينا حزب، سوف يحكم في بلدان، سيفري كونه يفجرون بعض، مهم هذا، كون من نسخص النتيجة، رأينا حزب على السلطة، يفجرون بعض أما لكل حال، وصل الحكومة بطرف، الناس بطرف حتى الهوية، ومع ذلك، نرجع بش نوضح، رأي هويتنا ملتسقة بالواقع تونسي، ملتسقة بكونا نبعد، وانا فكرة إيديولوجيا نؤمنه كونه هي الحقيقة المطلقة ولا بديلة عنها، ومتحبوش الانتساب، وفي نفس الوقت، نقوله، رأي كانت تتصور كونه الفكرة الليبرالية كالعلمة السهوة الاقتصادية تجربت حلول، رأي جابت حلول في دول أخرى، اللي تفرضت في الأسلاحات هذه، حتى كان جابت حلول في بعض الدول، رأي بضغط دولي، أم لا بضغط بمساعدة دولية كبيرة، تقولي مثلاً اليابان بعد الحرب، مثلاً والألمانيا من الأول بعد الحرب، ربما يتنجب تقى في ظرف اقتصادي أو سياسي أو تاريخي معين، تقى ناس دفعت تجربة معينة للنجاح، في ظروفنا، نحن التونسية كانت غدوة تحل الباب الليبرالي، لا تنجب أن تعمل حتى تحصيل الأوضاع، هذا من ناحية، من ناحية الثانية، انغلاق زادا ماكتعرف، انغلاق في تونسر مع تعقيدات، يخلق فساد، يخلق برقراطية الأخيرة، فنحن بيننا، وليس نحن، وتواجه الاجتماعي الديمقراطي، بيننا بيننا، يعني يوم بالمبادرة الحرة، وفي نفس الوقت رأى أن الدولة يجب أن يكون عندها تدور في المجال الاجتماعي، هذا هو في رأيي، أنا، طبعاً كل سنة الحرة في رأي، ما علينا أن يبدأ على توجه هذا في تونس حالياً، على الأقل من هنا لعشرية السنوات أخرى، لا يشرق، وأقول لك عشرية السنوات أخرى خطر، ليس مقدلج غير يقول لك للأبد حتى توفر الدنيا، ما نعرف شذا ستحدث بعد عشرية السنوات، أما في عشرية السنوات جاء، نتصور هذه هي توجهات، مقدلج تعبر على مبالغة في التعلق بالإديولوجيا، لكن في نفس الوقت، فما إطار فكري وإديولوجيا تنتسبوله، الإطار هذه مرتبطة باليسارة، لماذا فما حذر كبير تقريباً يكون توجه من أنكم تقولوا، أحنا ننتميوا للعائلة السياسية الموسعة هذه، للتيار السياسي هذه؟ حتى حرج معنا، بل بالعكس دوري، لا يجب أن نشتفهم من الكلمة الحرج، حرج فيه كأننا ننتميوا، واليسار هذه هي حاجة تفرحنا، معنى ما تقلق يسار، وانتقى يسار تقلق قيم الحرية، وانتقى يسار تقلق الرفض على الأقل للسيء السيد، ليس ليس لكل ما هو سيد، خطر ما نحن في منطقة راديكالية عود فيها كل شيء، ولكن كل ما هو سيء في المنظومات السابقة يقع مراجعته، واليسار معنى الاقتراب أو الدفاع على المهمشين، وانتقل كل مسألة هذه تعنينا وملتزمين بها، ونفتخروا بها، ولكن نحب أن نقول حاجة واحدة، لأنني مزاد مصر، حاولوا يسمعون الناس على فكرة معينة ما يميز بين حزب وحزب، ليس فقط انتماء أو وين هو موجود في الاشيكي politيك، وبصراحة، إذا دفعنا في الاتجاه هذه فدفعنا في مغادرة المسي، خطر غيرنا أيضا ينسب نفسه لهذا التوجه، والناس تعرف كنون مش هدي الحقه، معنى ها تخيط مع مؤمنين، تخصوا بمؤمنين، أو يبني وحزب، أو شيء، والمسألة هذه واضحة، لكن هذه عبارة على شفرع كود، حتى التواصل مع المواطن عموما، يكون سالس وحتى التواصل الفكري، وهو أهم السياسي، ويمكن نبعد عليه شوية، ونرى برشة معناها في تونس، هنا، سمعتك تحكي على الناحية الاقتصادية، في الانتساب للتيار هذية، في الثوابة الأخرى، اللي حكيت عليها الحزب التيار الديموقراطي، في مسألة الحريات، وفي مسألة الهوية متاع التيار، هل أنها تقدمية أم محافظة؟ اللي حظنا أنه التيار تموقع في قضايا الحريات، تموقع متاعه عادة ما يكون بطيء، خلينا نقوله، أو بعد النقاش العام، يخلط المرحلة متقدمة، بشتيار يعبر على موقفه مسائل، كما مسألة المساوية في الميراث، كما مسألة المثلية الجنسية، كما مسألة استهلاك القناة بالهندي، كما زاتلمان، المسائل هذية، اللي حظنا المفهمة تلكه، من طرف التيار في التعبير على موقفه، والموقف يكون الحقيقة نوانسي برشا، لدرجة أنه يولي ضبابي بعض الشيء، شنون موقفكم؟ وبكل وضوح، من مجمل القضايا هذية، هل أنه توجهكم تحروري، أم أنكم، عندكم نزعة محافظة، فلسومة، وكل شيء، وهي تبني، معناها واحد من الأعمدة متأحدة لكم؟ شوف، النزعة محافظة، ملتوم، أقول لك، ما عندنا نزعة محافظة، لدينا واقعة تونسي، كنا نعرفوه، وهو محافظة الواقعة، بشكل عام، مرتبطة بقضائي حقوقنا، أنا، الذي قلقني، زادا كيف كيف، فأنا نسمح لي دائما، لنحاول ربما نختلف قليلا، نحن نختلف، نحن نختلف، نحن نختلف، ربما على بقية ضيوفك، ربما، أو جزء من ضيوفك، أو جزء من السياسيين، يحب أن يرموت المثلة، هناك ثلاثة نقاط، المساوات، المساوات، العدام، أمفلة، تبقى السياسية كاملة، قائمة على هذه الفكرة، نحن نذكر، لا نشاهد في منطق المزادات، أما تاريخينا على كل حال، أنا، طيار الضوهر 2016، وهذا هو توجه الطيار، نعود ناكد الكاميرا، وقبل، ندافع اليمين وعليسار، ونقف مع اليمين وعليسار، ونقف مع الحرية لكل تنسيين، ونحن نقول لك، هذه، يتعدوا السوبة التي نجح فيها في تنس، سمحني بشكل وضوح، كثير من الناس يقولون أن يحترم حقوق الإنسان، وأنا نحترم على الحد الأدنى الذي عندهم، أما لا نريد أيضا من الناس يحترم من هو على اليمين وعليسار، أنا نحترم كل بشر، لا تقول لك، هذا هو إنسان يستحق احترام، وعلى كل حال يستحق احترام لكرامته كإنسان، مهما كان، بما في ذلك، حتى كان رأى شخص، أنا وأنتي نعتقده، أنا وأنتي نعتقده، وكانه متخلف، فهذا نحترمه، وهذا أكبر امتحان لأي شخص يقول لك، أنا نحترم حقوق الإنسان، وندافع عنه، فهذا نرى ما تحوش فيه، نأتي وطول الموضوع، كان مع العدام، وعندنا في أكثر من المناسبة، نحن ضد عقود العدام، كان موضوع المساوات في الإرث، ترى، المساوات في الإرث توري حتى منذ سنوات في تونس، وأنا مازلت أتذكر، كون السفاد من الطرف السياسي في انتخابة 2011، سيثام رحمة قلتك، فهذا عقلانية، مثلاً، عمل 2011، لا يوجد صور يحل المشكلة بالطريقة منذ سور 2014، في موضوع المساوات، ومازلتك يصار الثورة، ويأتي الناس يضغطوا في تجاه، هذه سنين طالبوا بالمساوات في الإرث، كل من طالب المساوات في الإرث، عمل 2011، يضربه انتخابي، ليس هذا السببب الوحيد، من بين الأسباب، مجتمع المحافظ، ولم يطرح أطلاقاً، ما عداية نخبة، ولم يأتي 1% من التوانسة، هذه هي القضايا، دعوني أقول لك، لأننا نتحدث مع التوانسة، كلما قضايا، أنا وأنت، نتحدث عن توانسة، وخاصة عمل 2011، 2012 إلى آخر، بعض، ربما تحلت باب نقاشات، وطورت وأكثر استقرر نظام السياسي، أقول لك، الأهم، استقرر أكثر نظام السياسي، وكملنا دصولنا، ودخلنا في منطقة انتخابات، وجار الجمهورية، ليس أنا الذي اخترته، اخترره التوانسة، لم يكن أريد أن يسر يحترم الدصول، لكن، هناك مرة مناسبة ما، قال يا أخي، شبني في غياته، وفي دوافع، ويحب يسجل اسمه في تاريه، ويحب يلعب لعبة سياسية، وربما يحب يعمل السخطاب ثنائي، هذه كان نواياه، والناجم يحكم عن نواياه، نكتب الكتاب في نواياه، لكنه هو رئي الجمهورية، وجاب مطلب معين، مطابق، مطابق للدصور، طبعا الشيء، قلنا نعم، من الأولانية، شكونا، لم نتلك أطلاقا، لم نتلك أطلاقا، تلك الأولانية، مجمع الأولانية، ولكن، قلنا زادها، فهم فكرة تهدي العباد، وهذا معروف عن الاجتماعي الآخري، ونقشو الدصورية مع بعضنا، اللي هي فكرة دو رجيم، تبدو غريبة الناس، لا يساعدك، الدولة تضع مبدأ، الأصل هو المساوات، خطر الدصور، قلنا هكذا، تصور فاستوى عشرين، قال، كل مواطنين والمواطنين، نس كل تراوح فرحانة، لا يراوحوش فرحانة، ضربونا على مين وعلي ساد، كل شيء، هم يراوح فرحانة، معنا نحنا، لا، نس كل تراوح فرحانة بالمقترح هذي، مقترح هذي، هو في حد ذاته، ما فيهش فصل معناها، بوضوح، في المسألة هذية، موقف واضح معناه، موقف واضح على الأخر، بالمناسبة، الكوليب مشت في مقترحنا نحنا، مقترح طيار الديمقراطي، نحنا أول من ناطق بهذا المقترح، كطرف سياسي، هو طيار الديمقراطي، بيان في أول 2017، رئيس جمهوريبيد، وقترح بالنوال، مشت بالمقترح على الكوليب، وقتقدم مشروع القانون، وهو دوريجي، وهو تاريخيا مقترح، الطيار الديمقراطي، هذي أعلنه رسميا، هو طيار الديمقراطي، وعلى هذا المنوال، ننسج فيما يخص المثائل الأخرى التي قلت لك، المثلية، استهلاك الزطلة، أخذ الزطلة، لا أصدق الزطلة، لن نرى محافظين في هذه المنوال، لا تعرف لماذا؟ نرى الزطلة، لن نرى الزطلة، لن نرى التوجهة، مع نزعة التجريب، نعرف، كنت ركب مع نزعة التجريب، بشكل عام، من أنت تعرف؟ ما أصب تبليك، عبرت علىها، نعم، نعم، تقول لك، كانت الفكرة، معناها، تقص، ولا تخلي نفس مستوى للسهلاك، أي، فما تخوفات، المقترح، بالمناسبة، ومعنا، قبل ما يتعمل القانون، الذي يقول يسمح للقاضي، ذروح تخفيف، كان هذا مقترح، نحن، وقت سؤلنا بين رأيين، إذا نبقى في العام، حبس قل حاجة، بالنسبة للسهلاك، والخمسة في الأعلى، وإلا إلغاء تجريب تنامج، نحن في الرأي، يقول حاجة، أما فيما يخص العقوبات، تخلي للقاضي، يقدر العقوبة، وفقاً لخطورة الشخص، الذي ارتكب جريمة، تقول لك، سحب تعتبره جريمة، سأقول لك، خاطر عندي، تصوّل الواقع التوانسي، يقول لك، في الفترة هذه، ما نجموش، نحن نقوله، سيب الزطلع، تشعر تدخين ياسر، السلاك الكحول ياسر، تزيد وكمل الزطلع، مع حالة الفنيونتزم، يشكي منها الناس على التوانسة، وعلى جوزة من التوانسة، عدم الإقبال على العمل، نشكي من البطالة، وفي نفس الوقت، لدينا مشاكل كبيرة، تفرقص على يدعم العمّا تقاش، تأني قوضات التوانسة، هذه 630 ألف عطل العمل، تقاش أصحاب مؤسسة، يفرقص على عمّا ما يقاش، تعقيدات هذه، يقول لك، نجموش حلوها، وكانوا سهل للناس، يفرقص على نعم السعادة، في مسألة، وهي، وراني نحكي عن دروك زادا، دوس، دوس، أنا كأجاب الناس اللي أنا في الدور، والله ما يوقص نهارا، الدور هو تدمير، هنا قاعدة حاجة، حاجتي بإجازة عايش كسيم محمد، اللي هما، المثلية الجنسية، وعقوبة الآخر، إلغاء عقوبة الأعدام باتاة، إلغاء عقوبة الأعدام بالمناسبة، لا لدينا نص في الدستور، يقول يجبنا أن نلغي عقوبة الأعدام، لا لدينا اتفاقية، موقفكم، لا لا لا، المقدمة ضرورية، أنت قلت يجيب، لا يسيدي، لا أعلم، لا أعلم، نعرفه، الدستور، لا، في عديد المناسبات، ما نجمه، وكان ضد عقوبة الأعدام، لا أعلم، في المرحلة التاريخية، التي نحن فيها، طول إنسان، الدورة تمشت عاقبه بالقتل، نجم دولة تقتل دفاع عن نفسها، أين شد على مسلاح، يقتلوها، دولة تدفع عن نفسها، أما في راحم العقل، تخمم، وتحاكم، وتهز تقتل حد، هذا الحقيقة، لا يوجد سلوك، لا يوجد دول ما تحضر، رغم أنه موجود في بعض الدول، التي تنسب لنفس الحضارة، ونحن رأينا، إن شاء الله، البشرية تدخل عليه، وقولهم تونس، مسألة تجريم المثلية الجنسية، أو الفصل ١٢٠٠ مجال الجزائي؟ في ١٢٠٠، نحن رجع لك الكوليب، كوليب، جابه الزفكار، ونحن في فكرة منهم، وهو ما هو، يقول لك، واحدة منهم، يما إلغاء تجريم، أو واحدة تماشى مع الواقعة تونسي، وهي العقوبة بالخطيئ، وهي فاهم منع صريح لإجراها الفحوصات الشراجية، نحن رأينا، وعبرنا على رأينا، في برشة ندوات، أحضرنا فاهم على بعض رأينا، بعد تقرير الكوليب، اللي أسلم في التونس، كولينا نمشي في المرحلة الأولى، في المسألة هذه، اللي هي معاش عقوبات جسدية، وفي نفس الوقت، منع هذه الاختبارات، عليش متتموقع على المسائل هذي، كان بعد ما يترحى طرف آخر؟ بالنسبة الحقوق للإنسان، لا، حقوق للإنسان متموقعين، مع المواضيع هذوم، هذوم، هم وصفهم المواضيع هذوم، حقوق الإنسان، حرية فردية، ديما نحن مع الحرية الفردية، وديما مع حقوق الإنسان، واللي ما تقفش في الثلاثة نقاط هذه، بالعكس نحن ديما معها، قبل ما يترحوا أغيرنا، هذا النقاش العام اللي ما تروح، اللي تترح في تونس، يعني في العام اللي فاته، وفي الثلاثة سنين تقريباً، اللي فاته كل شيء، مسألة حقوق الإنسان، وتموقعكم حول المسألة هذه، زادة واضح، إلى درجة ما، لكن أنتم التايار الديمقراطي، والبسكليت الأورانج، متاعكم هذه، تربطت أكثر، زادة من خلال حضور نواب التايار الديمقراطي، مادام سامي عبوسي العش، لكن زادة سي غازي الشواشي، مسألت الفساد، الفساد، توسي محمد، من حق المواطنين زادة، أنهم يقولوا، الحزب هذا، اللي واحد من أهم مؤسيه، وأمينه العام، حاليا، زادة من قبل، نعرفوه، يتكلم على الفساد، شد الحبس، على خاطر الدينونسيات، الفساد، وقت بن علي، لكن، في نفس الوقت، لقيت حظك أنت في الحكم، كنت وزير، ومكلف بالإسلاح لداري، ونعرفه، للإدارة التونسية، كل تقارير منظمات الدولية، الخبراء، ووضح فيها، أن أهم مرضة تعاني منه، الإدارة التونسية، هو الفساد، الفساد بجميع أشكال، والرشوة، هو الوجه المعروف أكثر، في هذي الكل، نسي محمد، ما عملت شيء، ما عملت شيء، أول حاجة، نحب نذكرك بشيء، لكنك عملت حاجة، قل لي، بسدش، أول حاجة، نذكروا لي، هذا كان في تجربة حكومة الترويكا، في الوقت الذي كنت قيادة في المؤتمر من أجل الجمهورية، سنة 2012، أنا قيادة في المؤتمر، أنا أشرفت تقريباً، في اللي كيف معلني، تفاوض على تشكيل الحكومة، وأنا أخترت، كونه بالنسبة لي، أنا، زملاء أحبوا توجه هذي، كون يشاركوا، ليس رأي خاصة، لكن رأي الأغلبية أو رأي، قيادة الحزب، نكون في رئيس الحكومة، نقريباً رئيس الحكومة، ونكون له بملف كبير ومهم جداً، وهو بقاومة فساد، نعم، 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 بحاجة كونه، كونه دائماً، عارفت المرة قدّاش، لأنني نجاوب في الموضوع، أقل حاجة تشكول مرة م تأتشهر، كما شكتنا، كنت جاوبني، كنت بي أنساء، هل أحب أن أقول خطر وصعات تتفاجأ، أقول للأك، أرأي نهارك، أقلت ندو، استقلت في ٣٠ جوان في ١١، طول من بيرو متاعي تعديت المقر الحزب بوقتها السيبير ومالت ندو الصحفية قلت فار الصحفيين أنا على دمتكم بالنائق قبل ما تغادروا اللي حبسين لحاجة راني نجاوه يعني بخبري في الموضوع هذا شوف أنا راني دخلت لطارة مقاومة فساد واتفقنا على صلاحية معينة عندما علاقة بالوظيف العمية وعندما علاقة بهيئة مقاومة فساد أو هيئة ناجم تستعمح مقاومة فساد وهي هيئة الرقاب العام المصالح العمية بعد ثلاثة أسابيع فقط في رئيس الحكومة رئيس الحكومة فجاني قال لي روما في بليش بالاتفاق هذا ولم نجم نعطيك الصلاحية هذا فقد حبنا لك فاستيقالة لم يأتي بعد خاصة التشويل جاءت بعد ثلاثة أسابيع لك صارت تدخلات وارجع وكذا وكل وطوية أعطيك الصلاحية ومعطيها وخرجت وما غيرها الصلاحية بالأثناء قلت نخدم على روحي تقول لي ما تفعله أنت ما لديك إليات لمقاومة فساد ما عملته هو أمالي في غياب نص قانوني وعالي تخدم بموضوع مؤموريات لبعض المكلفين أو شخص مكلف في كل ولاية معناه التنصيق مع وزير السلاح لداري يمشي يعمل بحث مسكين بدون إمكانيات ربما أصلاً ما هو متكون في الجانب وأكثر من هذا لا يدخل للمصالح المهمة كما ديوانة كما بنوك كما الطاقة المجال الثلاثة دائما نذكر فيها لا يجب أن يراقب حضور موظفين بالمناسبة لأنه عندما بدأت الراقب في حضور الموظفين وصلت نقل غيابات المتع 60% غياب في إدارة مليدارات وشدوا دفات المدلسة وكذا ويقع عليها من الوزراء ومن الأول نقول هذا هو تعديات المرضية ورائفها حبس ورائفها عقوبة ونرجع المرضية نقل ناس كل في برواتهم حققنا انضباط في الوظيف العمية رب يهديك لا أريد أن أقولك لماذا أو ربما خطأ تحقق جزء كبير من الانضباط أو الأحرى جزء من أهدافنا في الانضباط في الوظيف العمية في المسألة متاح وضو الموظفين هل هذا يكفي؟ طبعا لا يكفي نساقنا مع مصالح أخرى مع مملكة الدولة الأخيرة في مسارة السيارات تحسنت الناس ولا تزادت تقارير ولا بالأحرى ترجع في سيارات وغير الناس بتنتباشرة وهذا تعمل بعض القوانين المهمة هيئة المراقبية المصارف العمية في الذكرى ميالي تأسيسها أخذت أساة وقت عامل 912 في فرنسا أنا اللي سهلت لهم كانوا يعديوا القانون متاحهم خدموه في مكتب يخدموا واحدهم الساعة جاءوا نقشنا هذه زيت هذه خالي الأخيرة في الدخل قلنا له مبروك وخرجنا وهنيناهم وهيئة مهمة جدا واليوم ما زالت موجودة وزادوا أكثر الأعظام تاحوا أكثر استقلالية عندهم واكثر ضمانات الأخيرة هذا كان الفضل لله طبعا وفضل مهمة لبادر وفضل زادل فموزير وقته متحمس مثلات القضايا وعديت لهم القانون هذا الفترة هذه الشفافية وانتي توا في بلاد ما تراجع فيها ليحكم اليوم وليد تدخل رايد الرسمي على الأقل تيلة سنوات مليجيتان في 2012 حتى نهاية 2014 في خلع عهد سيمهدي جمعة تدخل الانترنت التقى تسل تسميات كلها موجودة في رايد الرسمي حب نعلمك بحاجة روما بعد كما قبل تيلة عاد برقب عاد بن علي روما أكبر كلهم في رسمي كانت ثم أوامر سرية حامد عبو ألغى الأوامر السرية في 2012 عشتقى نص سري والطاقة تسمي سرية كانت الداخلية في القانون لم يكن تحبط لهم لسبب أمنية معروفة وغير هذه كلهم كانوا يحبطوا لماذا تستعرف الوزراء كيف يكون لديهم مكلب مؤمورية ورئيس الجمهورية كيف يكون لديهم مكلب مؤمورية في الفترة التي أنا موجود فيها لقد تدبت حتى أحد من حزب سياسي لم يكن تحبط القانون لا يمنع لكن أنا قصت أكثر من الانتدابات الاعتبارات السياسية بحتها أما بالنسبة لبقية الوزراء لحقيقة كثير من الأشيرة لأنني كنت نرفض خلقت شوية مدبات في الإدارة العمومية بإمكانية بعيفة قائمة وهذا يجب أن نتفهم اليوم قائمة على تصور للشخص وعلى كانوا يشوف فيه في التلفزة أما في ديهم كانت في المحدة صلاحية تسمح له وكانوا يفرض حاجة واحدة صلاحية الوحيدة اللي عندي نجم تعمل لهم ضغط نجم تصحى شوية وثيقة خطر كل شيء في الغر مع البيروقراطية يرجع الوزير الوظيف العمي من المؤتمر من أجل الجمهور أما تجي تمارس صلاحية مباشرة معناها توجيه من أخطره ومعنا نشي الإمكانيات في وقتها وقت من الأوقات وصلنا رئيس الحكومة رفض المسهل الذي يتعلق بهيئة من تعرقابة والشكوك توجدت بناتنا ترففت فالوان في نالمون ولي نسأل شو مصطح لكم ترفف شوني قلب نشخايف مني مثلا فهزيت روحي وخرجت فما حتى تونسي الحقيقة الراهي نجم يجي لومي على الستة شهرة فهذا ما أريد أن تقوله لك شيء الثاني لم أكنت فرحة بالخروج لذلك من عشكة قلت أقبال الله لأن الناس أشعروا كأنني أخرجت بطل أنا لا أشعر بالبطولات تمنيت حتى في الظلم يعرفني حتى تونسي أما نخدم ونصلح أما ليس وعد الناس بقوام تفساد وقلت رئيس الحكومة مرة في الاجتماع قلت رأي الناس يجريون ويكتبوا حتى في تقارير حقيقة ويجيبوني أما يعتقدوا كانوا فعلا عندنا صلاحيات ونحن جدين بعض وشرة بشفيقوا لي ما عندي ما نعمل لهم حتى يشد علام وحتى ملف ماذا تعمل؟ انتبعت القضاءاتي قضاءه وقتا مش قاعد عادي حتى ملف ماذا تكونوا واضحين إلا مقلة وندر فبالتالي وصلنا الوضع احترام للدولة كان علي أنه غادر وغادرت ونعود ذكرك ربس نشور فقط واضح قلت لك هذه نقاط لا يستهنوا بها لكن في نفس الوقت نجم ونفهم ولي من ناحية انتظارات العديد من المواطنيين وطموحاتك أنت كانت أكبر من المسؤولية هذه اليوم طموحاتك كبيرة برشة اليوم التيار الديمقراطي يسعبش يكون في السلطة هذا هو موجود وعليش فما انتخابات وكل شيء في نفس الوقت التيار الديمقراطي بعد أحداثه بسرعة وقع بلاسه من أول انتخابات تشريعية مشايلها ثلاثة نواب أنا يعملوا برشة حس وفي نفس الوقت في البلديات الأخرى وين محظر تقريباً طيار الديمقراطي يخذي مقاعد في المجالة البلدية اليوم شنو هدفكم عددياً كمياً في الانتخابات التشريعية الجاية طبعاً معناها مأكيد نحنا مش نترشحهم في كل الدوار ماذا بينا أكثر ما يمكن أما كان تحبوا منها رقب راني أنا متحن نحترز منها ما فما حد مننا ينجي ما يعرف تقول لي قداشاً قولك ماذا بينا مفر تنموه فما استراتيجيا تحدث لا مفر تنموه فما استراتيجيا تحدث فما استراتيجيا اشتغلوا على أساس كما تكونوا في المرتبالولة والأولادنا وقول هالهم حتى زادة بيش بتوليش المثلة هكا فانتيزية المنطق السليمي يقول كانوا فيما حزاب قائمة الشعبوية طالع مدة زمنية معينة وبعد بشتير سمحني من ضفرين السكرة وشفيق العباد هذين لم يحكموا دور بورشا لأنهم مورثين في جرام كبيرة لا تسمح كانوا نهارا يقعدوا على كرسي الحكم إذا أحبوا ردوها عصابة ليس الدولة التونسية المحترمة بتاع الثورة هذين لم يكن هناك قبرة وفما نسخرين حكموا النهضة والنداءات أو النداء بشقوقية وكي حكموا أساول الدولة التونسية إما بلا كمبيتنس وإلا قاسدين خدمة مراكز نفوذ ومصالحهم في جمع الحالات لأصل المنطقة السليم فيه شعب واعي ولا جزء منه لا بأس به واعي وهذا ما أتمنى في تونس بشعاق بناس هذوم يبشوا الفرقس على طرف آخر قراءتنا الساحة السياسية في الطائر الديمقراطي تقول كون وقتها تسير الناس الفرقس على البدالة ربما بدرجة أولى طائر الديمقراطي الذي يفيد من حالة الضعف على الدولة والوهن سمحني في العبارة تشلكت يجب أن يخمف الطائر الديمقراطي الذي يخايف بالظلم وتتمثل حريات وتتمثل حقوق ومتاع الناس الذين هم محافظين ولا هم تقدمين يجب أن يقضي طائر الديمقراطي الذي يدفع لك على اللابس قميس لا تمسوش طالما لم يمسلكش أمن الدولة أو مثل ما أمن المواطنين والذي يدفع لك على المساوات ويعمل عركة مع الناس الذين يدفعون في حملة ضد هذه المشروع مهمة مجتنقة هذه جوهر التوجهة على الطائر الديمقراطي والحقوق للجميع والذي يخايف على الحريات ويغزر إلى جميع قطائر الديمقراطي ست سنوات الفارضة حققنا أو قدمنا سورة رواحة العالم حقوق الإقتصادية والاجتماعية حكينا عبرشة على الحقوق الإنسان والحرية الفارضة حقوق الإقتصادية والاجتماعية حقوق الإقتصادية والاجتماعية في تونس ليس فقط مسألة قائمة على توجهة حقي في الشغل أو حقي في مسكا لايق أو حقي في التغطية الصحية مهمة جدا أما سيثان نحن أقول لك هذا ما يتجنبه برسياسيين وأنا محبش الجنب أحبشي لهاتور ما بيننا عملنا السنوات أنا أريد خبراء ما خبراء حتى وقت تريك يجب الخبراء لكل يسمعون في المستشاري إذنهم دعفال البنكاجية الجامعيين وخبراء الظهر وكيف هم بتغيير الوظر ولن تغيير حكمة وثمانية أو سبع حكمات ولا تغيير الأشياء في الواقع ما نقشل نظرية اقتصادية وليس الحق كيف يمكننا الهداف في الجانب الاجتماع كلنا نقبل كل شي يمكننا ان يخلق مناخ مختلف من المناخ عام في البلاد ومناخ تعمال مختلف هذا نقشل دولة تواحي بالثيقة ثيقة في مؤسساتها соответствующها استمرار استقرارها الخير والأمن نحن نتحدث عن الناس و أمنهم في الشارع و ممتلكات و لا تمسيش للأخير و في نفس الوقت يحسون بأنه ليس تحت وطع بيروقراطية ولا فساد ولا ناس بتزفيه ولا غيره والذي هو يسهل الحد هو واقع تونس اليوم واقع تونس اليوم السيء هذا ما يجلبش ليس تركتيف برشا معنا للمسا الثمانين الأخير ونحب نغيره مناخ عام مختلف ومناخ عمال بعيدة على البيروقراطية بعيدة على تسيب لنقاوه في الأبراءة اليوم كلمة هذا ما يختلفش برشا علي نسمعوه من تحية تونس مثلا حزب مسمى تحية تونس عليمي نجموش يقولوه عليمي نجموش يقولوه أول حاجة أعطيك ساحك ساحك معناه ما يسمى تحية تونس تحية تونس تعتوانس الكل وقلنا هنو معيب عليكم كي تخترتوا الاسم قوسين فقط خطر بتعتوانس الكل ولينا نذكره وقوله حزب تحية على كل حال حزب تحية ممنوع عليه تماما نكونوا يحكي في الموضوع ذاه كيف تكون في السلطة وتحكي هيا سأفعله؟ إذا أنت شبرت لي ستة شهور وأنا في خلاف مع رئيس الحكومة عام 2012 وعندك الحق ما ديش ألم عليك هذو ما عنده ثلاث سنوات يحكم كيف يحكي بلغة سأفعل شك ما فعلت في ثلاث سنوات شو اللي يمنعك؟ لا أما هذا إعلان النوية اللي نسمعوه خلينا نقوله من طبقة سياسية اللي في تونس حكمة عندها برشة ما تختروش برشة أنا ما حكمناش نحن أما تختروش برشة لكن الخطاب اللي نسمعوه من طبقة سياسية تونسية اللي قاعدة تحكم معناه كان نسمعوه خيادين في النداء أو مسؤولين في حزب تحية تونس حتى النهضة معنا نسمعوه ما يقوله في نفس الخطاب هذي فما فارق جوهري سيثامي نحن ندعيو التوعية التونسة هذي تعديلات هلش بديتنا معاك النقاش من الأول وقت نحكيه على وسط اليسار وقت نحكيه على توجه الاجتماع ديمقراطي لا يمكن لدينا نفذ ما يقوله على المنوال الاقتصادي أنت اللي ترحت وتواف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي مجرد تعديلات ما عندكمش بديل اليوم المنوال الاقتصادي اللي موجود دعونا نوصل الفكرة أساسة سعى غير المناخ العام غير المناخ الأعمال دعونا تكثر استثمارات دعونا تنقص البطارة وعمل توجهاتك نتناس تواف في تونس يتصوروا إجا نغيروا الملوال التنموي الكل وإجا نعملوا ثورة كاملة أو لتغييرات جذرية معنا في توجهاتنا الاقتصادية تتحل مشاكل تونس هذا يتسمى حبينا نرده تونس لابراتوار كل مرة نخرجوا بتجربة ما فما حتى مشروع قابل اقتصادي معناها جديد في تونس قابل النجاح إلا إذا ما حلل لاش المشكلة الأساسية ولي عرفوها رؤى رجال الاقتصاد قليل منهم اللي يتكلموا فاهم مناخ عام سيء مناخ عام سيء مناخ عمل سيء ما تنجم تعمل فيه حتى أسلاحه سيدي تحب تصل لها قطاع الصحة إذا ما عندك شمكانية مديرةك ما كتنجم تعمل حتى شيء ما تقول لك رضع صارت لك مشاكل صارتانات ناس قاعدة تموت يجب أن يخلق ثارة يجب أن يكون صحة لذلك يجب أن يكون مداخل ولم نجم نوعد الناس يقول لهم لا ينأخذوا في خمسة مليار دينار سنوين قروض لا ينأخذ لكم مشاكل لكم مرة دائرة لا ينأخذ عشر والبلاد تعرف أين تقريبا معناها ثمانية مليار ربما ديون معناها ثمانية مليار دينار ديون إلى خير ولا نسبة كبيرة معناها من التدائل الخارجي وصلنا للمعناها الحاجات التي عمرها وصلنا لها قبل الثورة وحتى في السنوات الأولى بعد الثورة خاصة سنوات الإقراضية صارت تشكالية فالحل ليس يكون فقط الإقتراض الحل هو نجم نعمة في موردنا الداخلية طبعا فم الإقتراض شيء واسط لكن ليس بالشكل الكبير وفي نفس الوقت لدينا جباية إذا لم تحل ما شكل متاح لذلك يجب أن يكون لدينا أكثر مداخل أكثر مداخل لإصلاحات جبائية أكبر مداخل إصلاحات جبائية أولها ليس غير ليتو وغيرها أولها ساء أسلاحي دارة جباية واجبها في الجانب هذه فما حالا فساد في الصفقات العمية وفي غيرها يجب أن تنقص المسالة وفي الفساد الأخير تنجب أن توفر لنا أمكانيات كبيرة أخلق المناخ هذه وحقق الثروة بعد أن تتحكي على أصلاحات كبرى أما تأتي وتغامر بتغييرات في منوال التنماء وإنك لا تزال لديك شيء وإقتصادك لا يحب ثيقة لا يوجد تونسة لا يوجد أجانب لا يوجد أجانب لا يوجد أن تنجب أن تخطرنا منوال الشراكي طبعا أنه لا يعيش على موت لا يعيش على موت لا يعيش كل فهمت كانوا غير قابل للتطبيق فأذلك أحكي لك على موضوع يتعلق بي خلق مناخ عام مختلف ومناخ عمال مختلف وندعيك أن تيارة ديمقراطية قادرة على ذلك يحب يعرف قادر أو مش قادر فما حزيف السلطة ويجي تقول القادر الأصل لعدع المواطنين بشوية منطق بتصدقهم بش خطف السلطة ما عملواش وما منحهم حد قادر أو غير قادر تعزيز القدرة من الطيار من الإساليب الممكنة أو من المثال الممكنة لتعزيز قدرات الطيار هو أنه يكون عنده شراكات سياسية قوية نتصور هل أنه شراكات هذية موجودة وش كون يجسدها اليوم؟ شركات سياسية مع طرف أخرى شوف تيارة ديمقراطية ديما في علاقات عامة عامة جيدة مع حزاب نحن متقاربين معها أما من يشهروا فيها شرط لأي شيء إلا بعد انتخابات الشرعية ويما أصدقاء حكينا معهم ونحن انتهينا الأمر حد مننا ما يعرف روح هو يكون نهارة سبعة ولا ثمانية ولا تسعة أكتوبر ما نعرفوش كنشوف النتيجة ونجم ونحكيه أكيد سنة تقارب مع حزاب أخرى يجيون يجريون يجيون يجريون يجيون يجريون لا يجريون حكومة واحدة مثلا مرتبطة ساعة كنشوف النتيجة وإذا واحد مننا فاز المرتبطة أكيد سيجيب الأقرب من الأقرب ليه في توجوات العامة أما التوى حاليا تتصور كونه تحقيق مشاريع يقتضي شركات فهما نتصور ما نتصور ما قلت قلت مسلك من المثالك مسلك من المثالك لا ما نتصور لهذا هي الأهم أما علاقات جيدة فما أطراف تتق فينا ونثق فيها معنا بشكل جديد موجودين في الساحة السياسية فما برشا مواتنين عندهم حذر ولا خوف من أنه يكون التيار الديمقراطي التواصل الحقيقي والشرعي والتاريخي للمؤتمر من أجل الجمهورية وبالتالي يخافوا من قرب المؤتمر من أجل الجمهورية من حركة النهضة بين محمد عبو وزير للإصلاح الإداري في 2012 ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي في 2019 هل أنه صارت قطيعة مع النهضة أو ممكن يكون طرف من الأطراف اللي عندكم الجاهزية باش تتقاسموا مع هالحكم بحركة النهضة أنا قلت في سنة 2014 كثير من الأطراف يقولون ربما يحكيوا علينا خد تكون في ترويكا توجيين نهار تكونوا في علاقة مع النهضة فأنا أذكر من لي قلت في بلاتون مرة الأكثر من الناس يحكيوا على دم أحمر وزرق الأخي توجيكوا من نهار تكونوا أقرب النهضة من نهضة ومن أعتقد ما قلتها عندي تحليل معينة يقول الكولة الدولوجة ليس لتجمع الناس المصالح وبعض الخلالات التي يقوموا بها بعض السياسيين يتقاربوا ويمكن يتلموا مع بعضهم ضد حزب كما طيار الديمقراطي وحزاب ممثلة أنا راني من الجمش وحتى طيار الديمقراطي قائمة على الفكرة ما قلت لك النهضة ضدها في المنطلقات التي أتكلمها برشة ناس عبر وسائل الإعلام ولا برشة من الخصومة التي هي فكرة المرأة والإرهاب والمثال هذه ليس هذه القضية قضية النهضة كونه حركة لا تؤمن لا بشفافية ولا مقاومة فساد وتنجب تعمل كل الوسائل اللي البقاء في السلطة كل الوسائل لا في ذلك الوسائل غير مشروعة وهذا ما قد تعملها بالمناسبة وفي هذا لا تختلف عن الغير مشروعة غير المشروعة طبعا وهذه لا تختلف عن إداته ولا تختلف على سيوس في الشهد اللي يحب يكون عادل يكون عادل في هدايا سأبدو من التفقين هذلك علشان قولك يتعاركوا يتعاركوا بما في ذلك حتى نجب تحكي لنفس تخبار اختار أي طرف أنا مش سميلك أي طرف اليوم يرفع في شعرات ضد النهضة غدوة عام 2019 أخرها ولا في عام 2020 تنشتقها يحكم عن النهضة أما مكشتق طيار ديمقراطي يحكم عن النهضة علشان خدمتك للتفكير وإدارة الشأن العام أو محاولة إدارة الشأن العام أنا كخدمتي أني نوصل للمعطا باختصار لذلك الطيار والنهضة شنو أحوالهم؟ معناها هل أنه فيما قطعة تامة والتيار ممكن في يوم من الأيام يحكم مع النهضة أو النهضة هي شريك محتمل حركة النهضة حسب تصور الطيار الديمقراطي وقراته ومعلوماته حركة بعيدة كل البعد على الشفافية والمقاومة الفسادة وعلى السلوك السليم في جانبه وأنا كنت أقول لك منذ لحظات البلاد مواسطة في الفساد عمورا متقفى السقاء وبالتالي حركة النهضة لن تستطيع أن قادر البلاد لأنه كان غرق وهذا ينتبق على إدارة تونس وينتبق على برشة راف من بين أزادة سي يوصف الشهد فلا تنجب تقانع لما هو ولم حركة النهضة لماذا أحب أن أقول لك هذه كلامة؟ خاطرنا مناسب أدلجين ولا نلعب بالعواطف المتعة التواسع النهضة لي النهضة هو أمثال النهضة ومهميش فيه على يمين وعلى يسار ونجب أن نجيب لحد على يمين ونتفق معه أنا مجوريتار وتنقعنا بتواجوات الاقتصادية ويسروا وليجيب شي يعمل معي العمود الفقري لما ويقفكم يبقى مكافحة الفساد والشفافية التزام بالدستور التزام بالدستور وكونوا مستقلين ومفهم حتى حد مستقل سمحنا يمد فيديه يمد فيديه يمد فيديه الأطراف الأجنبية والتي تدخل في شانة تونس يمد فيديه الأصحاب مؤسسات في تونس واصحاب مركز النفوذ وناس عندهم ملفات وليد دخل لهم مدان القضاء وكان يجب أن يعمل لهم قوانين على قياسه وتحب تقول لي النجم ونحكم معناس كما ذوما عشرة سنوات أخرين هذا اللي نحن أقول لكم مصر مصر تقول لي حركتنا بدلت قياداتها جابت ناس قال طيب اليوم شفافية والاكتسام بالقوانين ونحينا القديم وسايم عاش تنظيم سرب شابن على روحه سايمتهم لتأقلم مع الدولة وصية جديدة اللي محلها وهذا اللي قالوه في مرحلة أخرى يقولوا لي حب وأنا وانتي نعرف أمو السحية عشرة سنوات أخرين تبدلت أخواتنا ومد بلادنا ويش بيه نحط في اليدر دمعه ومش هما تجيبش النداء مثلا كيف كيف نفسه شيء نظر لي نقولك فيه أما نهارت يصير مرحبة بيه فالثنان نتنافسه ونفضحه ونتمنى وزادك ونطبق القانون على الناس كل شكرا سي محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي على حضرك بحثين اليوم وعلى النقاش هذا الرهانات سياسية جاية في المرحلة جاية برشا وكثيرة نشوف ونواصل ونطبعوا التيار الديمقراطي وغيرهم الأحزاب المؤثرة في الساحة السياسية خاصة التي تهمها مواضيع تهم كما مكافحة الفاسيد والشفافية إن شاء الله شكرا رب يفضل يعطيك سهى ترجمة نانسي قنقر شكرا